موسيقى طيب ولكن بدي تلاحظوا شيء لح أرجع للسطايل الساس الرئيسي بدي تلاحظوا أنه في عندي هون نوع من التكرار background color والcolor البرمجة بجمالا بعموما هي تلجأ لعدم التكرار أنه ما يكون في عندي تكرار بالمعلومات يعني مثلا هون لاحظوا في عندي display flex وعندي هون display flex لو كان سطر واحد معنا أي مشكلة ولكن إذا بتتذكروا هون بالأسفل عندي display flex align item center justify content center هذا الكود بإمكانكم تبدلوا لاحظوا هون تقريبا نفس الكود عندي space between هاد بإمكانكم تبدلوا بشو إذا بتتذكروا بالbuttons هاد placeholder كمان هي وظيفة تانية لكم بحيث أنه تختصوا هذا الكود وبدل ما نكتب هون display flex align center align item center وهون عندي كمان display flex align item centers لحب بدل هدول نكتب placeholder يلي هو بالمي هذه وظيفتكم التانية أما هلأ بدي تابع بشيء بدي حول هدول السطرين هون لكود بدي استغل هاد الموضوع لأحكي عن شيء اسمه mixin وهذا شيء بدكن تركزوا معي تماما لأنه هو أنا شخصيا بيعتبره أصعب شيء بالساس ولكن هو القوة الحقيقية للساس وهو أعتقد اللي جعلت الساس لغة معتمدة من جميع المبرمجين انتبهوا معي تمام شو بدي أعمل لأنه بدي انتقل لخطوة معقدة تقريبا بالنسبة للجميع طيب لح أرجع لالفارز طبعا هذا الملف المعقدي اللي لح يكون دائما موجود بملفاتكم مبدئيا لح أكتب هون فقط تعليق لح أخلي هذا التعليق إذن قم بجعل لون النص معتمد على الخلفية لح أنسى هذا التعليق ولح أخليه هون set background color and text color based on primary color إذن خلي الbackground والtext معتمد على ال primary وهون بدي تنتبهوا معي شو لح أعمل لح أكتب مرة تاني add mixin إذن هون عملت أنا add function هون بدي أخذ add mixin لاحظوا بمجرد عملت enter أعطاني هون name لح أحط ال name لح أقل له مثلا هون background color ولح أمرق له parameter هذا الparameter هو نفسه ال color طبعا بدي تلاحظوا أنه هذا الparameter مختلف عن هاد ليش هدول الاثنين نفس الاسم صحيح ولكن هاد خاص بال function وهاد خاص به هون هدول بيسموهم private طيب لح ننزل لهون لح أقل له background color بدي نفس ال color يلي تم تمريره بالأعلى أما اللون فبدي تعمل هون تاخد هاد الفنكشن وتشتغل بالcolor طيب بعرف أنه شكل غريب بالنسبة لكم ولكن وليهمكم هاد فقط اكتبوه مرة واحدة فقط مرة واحدة اكتبوا هاد الموضوع وأنا متأكد تماما انكن لح تفهموا تماما شوية اللي عم يصير هون طيب لح بعمل save هون لح برجع لهون لح منلاحظ ما عندي اي شيء ما عندي اي تغيير ما بهمني التغيير بهمني هون هدول قلت لكم بدي أختصرا لاحظوا أنه هدول العمليتين اللي موجودين هون هن نفسهم موجودين هون وعم يتكرر نفس الشكل نفس هاد عم يتكرر نفس هاد لذلك نح أخد اسم الميكسن هاد ولح أوضعه هون بدل هدول السطرين ولكن قبل ما أوضع السطرين كمان مرة جديدة لح أقوم بالتعليق ما لح أحذف شيء بحيث أنه يكون الكود كاملا موجود عنكن لح أنزل للأسفل ولح أخد هون ميكسن ومعتمد على بها الطريقة إذن هاد الميكسن الميكسن خلينا نفهمه هو مثل الفونكشن ولكن بيحتوي على عدة عمليات أو عدة أمور لح ناخد الميكسن لح ياخد برايماري كالر لح يشوف شو اللون الرئيسي للموقع وعلى أساسه لح يحدد لون الخلفية ولون التكست لوحده ولكن بها الطريقة ما فينا نكتب لازم هون نكتب أد إنكلود إذن قبل الميكسن نكتب إنكلود لاحظوا بالفونكشن هون ما كتبنا أي شيء كتبنا فقط اسم الفونكشن والفونكشن تذكروا بالفونكشن كتبنا كتبنا إذن تأتي مع الميكسن تأتي مع الميكسن بعرف أن شوي صعبين ولكن لهذا الأمر أنا عم باعتمد أنه معكم وراء وألم وعم بتسجلوا طبعا ما لح ننسى الفاصلة من قوطة لح بعمل سيف ولح برجع لهون لح نلاحظ ما تغير أي شيء وهذا المهم بالأمر طيب لح أرجع للفارز لهون وأخذ مثلا ثلاثة 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 لح أخذه لون غامق لح أرجع لهون بدي تلاحظ شوي اللي صار بمجرد أني أنا فقط غيرت الموقع كاملا تغير أنا ما عملت أي شيء تخيلوا لو هذا الشيء بدي أعمله أنا بي بدي غير هذا اللون وهذا اللون بدي غير لون الكلام لون النافيقاشن لون كل شيء أنا فقط غيرت يعني إذا اليوزر إذا المستخدم إجاء قال لي أنا بدي موقع يكون في خيارين واحد بلون غامق ولاحد بلون فاتح أهلا وسهلا أنا بعمل جافا سكريبت كود جافا سكريبت صغير بيغير لهذا الكلام إذا اليوزر إذا المستخدم يغير بنفسه أما إذا أنا بدي يغير أنا بإمكاني فقط يغير هون لح أحط مثلا لون أحمر لح أرجع لهون لاحظوا اللون أبيض ومناسب جدا أما إذا حطيت بلو فرضا لح أرجع لهون لح منلاحظ كمان مناسب للون الأزرق طيب إذا غيرت مثلا الأورنج خلينا نقول أورنج لح أعمله سيف لح برجع لهون لحظ أنه مناسب ولكن لخمسين بالمئة لح أعمله سيف لاحظوا لازال أبيض لح غير إلى أربعين بالمئة لح منلاحظ حاليا تغير طيب إذا حطيت هل لازم جرب الجمع على الاحتمالات بلو لاحظوا أنه صار بهذا اللون لأن هون في الكمبيوتر عنده عدة اعتبارات لاحظوا لخمسين بالمئة عم يغير عنده الكمبيوتر عدة اعتبارات لدرجة اللون درجة غماقة اللون أو اللون الفاتح قديش هو فاتح أو غامق طيب لحتى نسلم كود صحيح بدي نرجع ل ال بطنز هون بدي تلاحظوا أنه ال بطنز عم يعتمد كمان على background color أنا هنا لحظة عندي background color بالميكسين إذن ال بطنز عم يعتمد على background color لذلك لحقوم بتعليق هادي اللي موجود هون إذن لحقوم بتعليقه بحيث تنسخو إذا أردتم وهذا لحقوم بتعليقه بحيث أنه يتصرف ال بطنز الأزرار تتصرف بنفس الطريقة اللي عم نشوف هون لحناخد هون ال include إذن add include ولحناخد هادي و بدي يعتمد light لحنشوف primary color بعدين لحياخد light 10% وعلى أساسه لحيحدد وبنفس الطريقة لحباخد هاي بنفس الطريقة secondary color كمان لحيعتمد فقط على secondary color يلي موجود هون secondary button لحيعتمد على secondary color لحعمل save وأرجو أن تعمل بشكل جيد نعم تعمل بشكل جيد جدا طيب يا ترى بخضم كل هون شو عميصير بنفس style CSS إذا بتتذكروا نحن كان عنا هذا الملف الرئيسي بدي تشوفوا حاليا أنه الملف هو ملف CSS عادي ولكن لحظوا الألوان دائما عما تعتمد على اللون الرئيسي اللي عما نعتمده بضغطة واحدة عم نقدر نغير كل شيء إذن كمان بيكفينا لليوم لحنتابع بالدرس القادم لحتى ناخد شيء اسمه الحلقات طبعاً اللي بيتابع معي الدروس بالعادة لحيعرف انه بكل لغة برمجة لابد من وجود ما يسمع بالحلقات لذلك درسنا القادم لحيكون نوعاً ما صعب ولكن ممتع لذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة مشاركة الفيديو هذا كل شيء لليوم باي باي اشتركوا في القناة